قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إنه لم يتم فتح الطريق السحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها وقال في مقابلة مع سكاينيوز عربية إن فتح وتشغيل الطريق يحتاج إلى ترتبات أمنية وفنية الطريق لم يفتح بشكل كامل وقلت لك الموضوع يحتاج إلى جراء فنية هناك قوة ستنشر لتأمين الطريق هناك مسائل سيتمتقل خمسة خمسة ميدانيا شكلت فرق خمسة سيت خمسة لهذا البند المسألة ليست كما قلت لك هي إزالة ساتر ترابي وتحرك المواطن هناك لابد من التأكد من إزالة الألغام من الطرفين الطرفين قالوا بأنهم ما زالوا الألغام إذن خمسة سيت خمسة لابد أن يقفوا على هذا التنفيذ أيضا نشر القوة الأمنية بحيث لا تستغل هذه الطريق من أحد ضرورة إخلاء القوات إلى المسافة التي اتفق عليها وهي أعتقد عدد من الكيلومترات على الطريق الساحلي حتى وتكون على غير نظر المشاهد أو مخفية عن نظر المشاهد حتى لا تكون هناك مظاهر مسلحة على الطريق وبصف المحجوب فتح الطريق الساحلي بأنه خطوة مهمة لكنها تحتاج ترتيبات تضعها اللجنة العسكرية المشتركة خطوة طبعا مهمة جدا السيد رئيس الحكومة نحترم تماما رغبته الشديدة ولكن تأمين من الجانب الفني رغبته في إتمام هذا الإجراء ولكن الجانب الفني طبعا بسبب الإنجازات التي حققوها خمسة سيت خمسة طيلة الفترة الماضية هي التي ستكتمل بحيث في هذا الاجتماع يتم الانتقال إلى تنفيذ العملي في فتح الطريق مؤمنة للمواطن كما يريد وترفع كاهل المعاناة باعتبارها جاءت في منطقة حساسة بالنسبة لي التواصل بين الجنوب والشرق والغرب هذا بقالة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي لبينج ووهيبة خلال مؤتمر صحفي إن لجنة خمسة زائد خمسة ستنسق بين الأطراف المختلفة لضمان فتح الطريق الساحلي والترتيبات الأمنية اللازمة نعلن لكل الليبيين إعادة فتح الطريق الساحلي بعد سنوات من الإغلاق لرفع المعاناة عن المواطن شرقا وغربا لتعود الحركة بشكل طبيعي تمهيدا لإعادة بناء الدولة ولجمع الشمل ولم الفرقاء وحفاظا على وحدة تراب الوطن على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة مسؤولية التنسيق بين الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق الساحلي ومتابعة الترتيبات الأمنية ومعنا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حسين الشارث ومن العاصمة الليبية ترابلس المتحدث باسم مبادرة القوى السياسية محمد شبار أهلا بكم أبدأ معك أستاذ حسين ما المطلوب من لجنة خمسة زائد خمسة وأي تنسيق على الأرض مطلوب لإعادة فتح هذا الطريق الساحلي بارغ الأهمية أسأل خير عليك أخي الكريم وعلى ضيفك الكريم وعلى كل أستاذ المشاهدين الكرام حقيقة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها هذا أمر محمود وكل الليبيين ينتظرون افتتاح هذا الطريق ولكن للأسف تعنت المجموعات المسلحة في مدينة مصراتة أو ما يسمون أنفسهم بالجيش الليبي في غرب البلاد تعنت لفترات طويلة من أجل فتح هذا الطريق وهذا الأمر أتى به تبيبة بعد اعتقادي أن هناك كان الضغط بريطاني أمريكي على الميليشيات وعلى كذلك سيدة تبيبة كان يتم فتح الطريق وعدم تعطيل حركة المرة بين الشرق والغرب ولكن أتى تبيبة بهذه الخطوة منفردا وهي ليس من اقتصاص رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان على تبيبة وهو يحمل حقيبة وزارة الدفاع المسندة إليها مع وظيفته كرئيس الحكومة كان أن ينتظر اجتماع الغد بين الخمسة زايد خمسة أو لجنة العشرة التي ستشمع في مدينة سرط والتي ستضع الترتيبات والأولويات والتنصيق في كيفية حل هذه الطريق وكذلك كيفية التأمين وإزالة الألغام الموجودة بها وكذلك الابتعاد كل المظاهر المسلحة عن الطريق العام وإلى من ستسند ألية تأمين الطريق هل الوزارة الداخلية أم تكون تسند للمؤسسة العسكرية سواء من شرق ليبيا أو من غرب ليبيا حسب التفاهمات التي سيتفاهمون عليها في هذه اللجنة ولكن البيبة أتى بهذه الخطوة متسرعة الكل يرحب بهذه الخطوة ولكن في اعتقادي أن الطرف الثاني أو الجانب الثاني صرح عن طريق اللواء أحمد أعتقد سالم الدرسي عندما صرح بأن هذه الخطوة هي أحادية ونحن لم تأثر إلينا أي تعليمات من أجل فتح هذا الطريق وكما صرح السيد المحجوب أن فتح الطريق ليس بهذه السرعة أو بهذا التعور وإنما يحتاج إلى إليات ويحتاج إلى تنصيق ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى ترتيب حقيقي من أجل ضمان حركة المرة وحركة المسافرين السرعة في هذه الآليات التي يذكرها دكتور حسين اليوم تحمي الليبيين الذين يستخدمون طرقا خطرة منذ إغلاق الطريق الساحري في العام 2019 وكيف يمكن الذهاب إلى تنزلات إخراجه من الصراعات هل وصلك السؤال أستاذ محمد نعم أستمع لك بشكل جيد طبعا بداية التحية طيبة لك وضيف الحلقة ولكل المشاهدين الكرام فتح الطريق الساحلي أعتقد أنها نقطة إيجابية أو خطوة إيجابية وأعتقد أنها أتت متأخرة كان من المفترض أن تفتح الطريق الساحلي قبل حتى مسألة اعتماد الحكومة والتصويت عليها ولكن أعتقد أنها خطوة متأخرة وأيضا إيجابية وأيضا هي أحد البنود المهمة التي وردت في اتفاق جنيف المبرم في 23 من أكتوبر الماضي ولكن أعتقد أن النقطة الأهم هي مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب باعتبار أن للأسف الشديد التواجد الأجنبي طبعا احتلال واضح للأراضي الليبية وأيضا يتحكم في كل التحركات سواء كانت التحركات العسكرية أو التحركات الأمنية وأيضا حتى فيما يتعلق بمسألة إصدار كثير من القرارات السياسية التي تصدرها السلطات الليبية وأعتقد أن هذه الخطوة بدأت اليوم من جانب رئيس الحكومة ننتظر اجتماع الغد وهو اجتماع أيضا مهم بالنسبة للجنة العسكرية المشتركة التي بالتأكيد ستؤكد على مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والكيفية التي سيتم بها تأمين الطريق الممتد من مدينة سيرت إلى مدينة مصراتة وأيضا من المناطق الجنوبية وهي التي تقع في مدينة هون وأيضا مدينة سوقنة وودان أعتقد أن هذا طريق حيوي بشكل كبير سيرفع كثير من المعاناة التي يعانيها الليبيون طيلة فترة السنوات الماضية أيضا ننتظر بعد يوم الأربعاء القادم مؤتمر مهم ومؤتمر برلين بالتأكيد سيتم مناقشة النقطة الأهم أو العمود الفقري لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا وهي مسألة خروج الكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة الذين حقيقة لم يهددون الأمن القومي الليبي فقط وإنما يهددون كل الدول الطوق وأيضا كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجاءت هذه المخاوف على أغلب قادة العالم اليوم الذين يتفقون على مسألة سرعة وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 25-70 دكتور حسين أهمية هذا الإجماع الدولي لذكره أستاذ محمد والمرتبط بالمواقف الأيام الماضية موقف الرئيس الفرنسي والخارجية الفرنسية ما تم نقله عن الرئيس التركي بشأن أهمية إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ترابلس وأيضا باتجاه سرد كيف يمكن الاستفادة من هذه الاندفاعة الدولية للذهاب لحل هذه العقدة الرئيسية نعم سيدي أنت تعلم جيدا أن قبل مبادرة رئيس ماكرون ولقاهه بأردوغان كانت هناك لقاءات بين وزير الدفاع الأمريكي وكذلك الإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي أنت تعرف جيدا أن الخلاف الحقيقي هو خلاف أمريكي روسي ولكن أمريكا لم تكن تتدخل في ملف الليبي بشكل مباشر وهي من أعطت الإذن لأردوغان بأن يتدخل في ليبيا وأن يرسل المرتزقة وأن يدخل حتى بجنود النظاميين في ترابلس أمريكا تحرك الآن حلفائها في أوروبا بطرح مثل هذه المبادرات ولكن نحن نعرف جيدا أن أردوغان عندما وافق على أن يتم قبل بخروج المرتزقة وكذلك الجنود النظامي رأيناه بالأمس القريب يسحب 120 مرتزق يرجعهم إلى سوريا ويأتي بمئتان بديلا لهم لا نية حقيقية للأتراك بالخروج من ليبيا أو سحب المرتزقة وهذا ما رأيناه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزير الخارجية الليبية مع نظيرها التركي خلوصي أكار عندما قال بالحرف الواحد نحن هنا لم نتدخل عسكريا بل لنا الحق ولن نخرج بالحرف الواحد من ليبيا نحن لسنا مستعمرين وإنما أصحاب أصحاب هذه الأرض أو أصحاب الحق وأنت تعلم جيدا أن فايز الصراج وحكومة المصارمة هي من سلمت الغرب الليبي على طبق من ذلك عندما وقعت تلك الاتفاقيتان المعبتان التي ورطتنا إلى يومنا هذا في هذه المصائب لذلك أنا لست متفاعل بأن ستفي تركيا أو سيفي السيد أردوغان بما اكتزم به مع مبادرة السيد ماكرون رغم الإجماع الدولي والضغط حول خروج المرتزقة من ليبيا لكي يذهب الليبيون إلى 24 ديسمبر ولكن في اعتقادي أن الأتراك لن يخرجوا بسهولة وإن سحبوا مرتزقاتهم سيكون الجنود الأتراك موجودين على الأرض ورأينا بالأمس القريب وزير الدفاع التركي عندما نزل في مطار معتيقة ولم يستقبله مسؤول ليبي واحد حتى موظف عامل نظافة داخل المطار يحمل الجنسية ليبيا بل من استقبله هم الجنود الأتراك الرسميين الموجودين في طرابلس وهذا عار على الليبيين بأن تنتهك السيادة بهذا الشكل نزل وزير الدفاع التركي إلى مطار معتيقة وكأنه ينزل أحد مطارات تركيا وليس بدولة أخرى ودخل رئيس الأركان المسمى من الحكومة السابقة والذي يرافق أدبيبة العديد من الزيارات الخارجية ودخل ببطاقة وكأنه زائر إلى ذلك المطار هنا الحقيقة المجتمع الدولي يقول الدول الفاعلة الكبرى تقول شيئا للإعلام ولكن ما يدور في الدهريس أو ما يدور في الخفاء هو أمر آخر يبدو أن المجتمع الدولي أو الدول الفاعلة الكبرى في الملف الليبي إلى هذه اللحظة لم تتفق على الحالة الليبية لذلك هم يديرون الأزمة ويدورونها كما يشاءون بإدخال وإخراج من يرونه حسب الطلب وحسب المصلحة أستاذ محمد وسط غياب هذا الموقف الدولي الحاسم ما فصله بكل هذه نطات دكتور حسين ماذا تعني مشاركة الدبيبة أو إشرافه والصورة الشهيرة واعتلائه صورة الجرافة التي تزيل السواتر الرملية هل لفرض ربما واقع جديد رغم غياب قرار اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5؟ طبعاً اللجنة السلطة التنفيذية المؤقتة التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي الذي تم عقده سواء كان في تونس أو في جنيف الهدف الرئيسي هو مسألة تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي وأعتقد أن أحد هذه البنود هي مسألة تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار وأحد بنود هذا الاتفاق هو مسألة فتح الطريق الساحل وأعتقد أن هذه مسألة طبيعية جداً يوم الغد ربما سيشارك أيضاً المجلس الرئاسي في مسألة الإشراف على فتح الطريق الساحلي وأعتقد أن هناك عمل مهم ينتظر اللجنة العسكرية المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تأمين الطريق الساحلي وإعداد الفرق الأمنية المختصة لمسألة توفير الأمن للمارة سواء كان من طرابلس أو إلى بنغازيا والعكس وهذا أعتقد أنه يندرج في إطار مسألة تنفيذ القضايا الأساسية التي تم التوافق عليها بمنطقة الحوار السياسي والتي تأخرت الحقيقة بشكل واضح وكبير أعتقد أن مسألة الإجماع اليوم كل قادة العالم سواء كان الدول السبع أو دول حلف الناتو كلها تسعى إلى أن يلتزم الجميع ومسألة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 25-70 والذي وضع كل اتفاق جنيف وكل بنوده تحت بند الفصل السابع معنى ذلك أن المجتمع الدولي اليوم له الحقية في مسألة استخدام طرق غير سياسية طرق غير دبلوماسية في مسألة تنفيذ هذا القرار ويأتي على اسمح لي أستاذ محمد سأتوقف عند هذه النقطة هل فعلا استنفذ المجتمع الدولي كل الفرص دكتور حسين عشية جنيف 2 هل نحن ذاهبون إلى استراتيجية جديدة خارج ما أسماه أستاذ محمد الحلول السياسية والديبلوماسية وكيف يمكن أن يكون تطبيق ذلك على الأرض والله قد أختلف مع السيد ضيفك كريم سيد محمد المجتمع الدولي عندما يريد أن يحلح لهذه المشكلة يعني مجلس الأمن ليبيا مشمولة بقرار أممي وهي تحت الفصل السابع كل ما حدث من عام 2011 إلى يومنا هذا أمام ومرأة ومسمع المجتمع الدولي كثير من المبعوثين الأممين يعني حتى في إحاطاتهم لدى مجلس الأمن كانوا مناصرين لطرف عن طرف آخر أو دعم جماعة الإسلام السياسي بالأحرى أو بكل صراحة هل مجلس الأمن أو المجلس الأمن عاجز على أن يتخذ قرار بشأن المعرقلين أو من هم يحملون السلاح خارج إطار الدولة بأن تتم معاقبتهم هل يعجز مجتمع الدولي الذي أتى لنا بحكومة الصراج وأتى لنا بحكومة الآن أدبيبة يعجز بأن يصدر العقوبات بشأن المعرقلين لأي عملية أو لأي تسوية سياسية المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة زي ما قلت لك أنا في ساعة المناطق الحصي أنه لم يتفق إلى الآن على مناطق النفوذ لم يتفق إلى الآن على كيف خلونا نقولها بالدارج على الكحكة الليبية من سيغنم هذه الكحكة وكيفية تقسيم هذه الكحكة أما إذا أراد المجتمع الدولي حلاً حقياً في ليبيا فمجلس الآمن يستطيع أن يجتمع ويستطيع أن يصدر قراراً مثل القرارات السابقة التي كبلت ليبيا إلى يومنا هذا أبدأها من 2011 إلى آخر قرار الذي مكن فيه حكومة البيبة كل الحكومات المتعاقبة التي أتت الآن لم تأتي عن طريق إرادة شعبية أو عن طريق صاحب السيادة ألا هو الشعب الليبي الآن كل الأمور تدار من خارج البلاد لذلك إذا كان يريد المجتمع الدولي أن يلجأ إلى الحلول الغير سياسية فقد لجأ لها عندما دعم الأتراك وأعطاهم الأذن بالدخول إلى طرابلس واعترفوا بالتوقيع الذي وقعه فيز الصراج دون الرجوع إلى الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا له هو مجلس النواب وتمت المصادقة عليه يعني كل هذه المخالفات وكل هذه الأمور التي نراها ووردت ليبيا وكبرتها كلها أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي إذا كان المجتمع الدولي جاءت حقيقة في استعمال القوة في ليبيا يستطيع أن يستعمل القوة في ليبيا في أي لحظة وفي أي وقت لأن ليبيا لازالت تحت فصل سابع ليبيا لازالت يعني غير ذهد أهلية عند المجتمع الدولي فهي مشمولة بقرار أممي مكبل فنحن في ليبيا لا ننتظر يعني الحلول سواء كانت بالقوة أو بالسياسة بقدر ما نعول على الشعب الليبي نفسه صاحب السيادة بأن يستعيد سيادته وأن يستعيد كرمته بوحدته وعدم الفرقة وأن يعلو صوت كل الليبيين صوتا واحدا مدويا على وهو بخروج كل المرتزقة أو الاستعمالين الجدد في ليبيا وكذلك يرفع الصوت أمام المجتمع الدولي بأن أرفعوا أيديكم عننا أو كفوا عننا وإن كان لديكم مصالح أو لديكم رؤى معينة في ليبيا فعليكم أن لا تستخدموا البيادق الإسلاموية أو إخوانية من أجل تنفيذ مشاريعكم عليكم أن تتواجهوا الشعب الليبي الذي هو صاحب السيادة الحقية في قول كلمته أو قراره لذلك نحن الليبيون لم نعد نخشى أن استخدمت الدبلوماسية ناعمة من المجتمع الدولي تجاه الليبيين أو استخدمت عكس ذلك من العنف لأن ليبيا منذ عام 2011 إلى يوم من هذا لا تزال تعج بالعنف الجوزية التامة لدى القوات العسكرية والجيش الليبي مرتبطة أيضا بالنقاط الفنية أستاذ محمد ماذا يمكن أن تضمن الأيام المقبلة قبل الذهاب من جديد إلى جنايف من فضلك الإجابة فقط في دقيقتين يعني هناك تقطع في الصوت للأسف لما أستمع إلى السؤال بشكل جيد إضافة إلى الضمانات المطلوبة ما أهمية الاستفادة من الأيام المقبلة لذهاب إلى تطبيق النقاط الفنية التي تم الاتفاق عليها سابقا من تأمين وتجهيدها هذا الطريق إخراج المقاتلين والمرتزقة طبعا هناك الحقيقة عدة خطوات مهمة تم إنجازها خلال هذه الفترة على الأقل اليوم نتحدث عن وجود حكومة واحدة في البلاد وهذا أعتقد أنها نقطة جيدة وتعتبر من مخرجات ملتقى الحوار السياسي النقطة الأخرى وهي أعتقد أنها غاية في الأهمية أن بالفعل الليبيين اليوم يتطلعون على أن يكون الرابع والعشرين من ديسمبر القادم هو الموعد للانتخابات سواء كانت الرئاسية أو التشريعية أيضا بالتأكيد هذه الانتخابات تحتاج إلى حل حلة القضايا الأساسية التي تحدثنا عليها منذ عدة أشهر هي مسألة الخروج الكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة سواء كان القوات التركية في الغرب الليبي أو المرتزقة السوريين أو في الشرق الليبي القوات الروسية التي تندرج تحت مجموعة الفاغنر وأيضا قوات الجنجويد المتواجدة أيضا في الشرق الليبي وفي الجنوب الليبي أيضا والمعارضة التشادية كل هذه القوة الأجنبية فيما إذا بالفعل خرجت ستستعيد ليبيا سيادتها سيستعيد الليبيون سيادتهم بالإضافة إلى مسألة جمع السلاح وأيضا استرداد الأموال المسروقة وتحسين الوضع المائيشي والوضع الخدمي بالتأكيد في ذلك الوقت تصبح ليبيا بيئة جيدة لمسألة الرجوع إلى صندوق الاقتراع من جديد ومن ثم تصبح هذه الانتخابات بالفعل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتعبر عن إرادة الليبيين هذا ما تسعى إليه سواء كان مبادرة القوى الوطنية الليبية وأيضا التي أصبحت مبادرتها هي خارطة سياسية التي تعمل عليها المجموعة الدولية نعم المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية السياسية محمد شبار كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا في العاصمة الليبية ترابلس ومن ستوديوهاتنا في بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حسين الشارف شكرا جزيلا لكما كما